المواهب دي انت كنت بتحاول بتفتش على روحك في كل المواهب دي ومع انك اتقنتهم كلهم ما شاء الله عليك فكلمنا حتة انه انا اتجول من تخصص لتخصص ومن حاجة لحاجة هلالحاجة دي مفيدة؟ طيب انت مرات بتكون مثلا ماشي في طريق شايف نفسك ممتاز مثلا في كتابة الشعر بتكتب شعر بعد فترة بتلاقي نفسك انه انا بقي تكتب كلام بشابه باقي كلامي هل انا نفذ فيني طاقة تحت الشعر؟ خلينا ادور على نفسي في مكان تاني او خلينا اقرأ وتابع ناس تانين وغير مودي فبتوقف الشعر بتخطيب الجنبة كده بتقول اوكي طب انا اجرب انا كويس برضو شاطر في المونتاج خلينا اجرب منتاج شوية فبتلاقي نفسك مشيت في المونتاج كويس برضو هنا بيجي نقطة قرار انت عاوز تمشي المونتاج ولا تمشي شعر ده طريق مختلف عن طريقة تانية تماما يا سلام واحد بصري واحد سمعي وحسي اكتر اللي هو الكتاب وغيره فانت بتبدأ تقرر هل غلط انك تكون ملمة بيهم كلهم؟ اعتقد انه ما غلط لسبب لانه البروفيشن حقك المهنة اللي بتاخد عليها فلوس بيكون تركيزها الاكبر عليها لانا مثلا شغال مخرج ومضي رضا تصوير تركيزي هناك اكتر ومدي وقت كله هناك لما نلقى وقت فراغ واشتغل فيه منتاج او شعر ما بضرني مدام انا عندي اساس فانت بتبدأ تحدد بعد ده انا انا عايز اروح هنا اكتر اللي هنا اكتر بيشغلك بيسرق من وقتك ودي ممكن تكون السيئة فيها لكن لو انت مستمتع انا بقول لي في البيت الحكمة اللي بتقول صاحب بالين كتضاب لا معلش انت الكتضاب اللي قلت الحكمة دي صاحب صبع في سنايا على المخت ضايع لا برضو دي خاطئة دي خاطئة بالذات في الوقت الحالي لانه اشتركوا في القناة